اكدت صحيفة الايام في كلمة بعنوان لا بد من رأي وموقف انه يأتي في صلب الاهداف التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ازالة اي عراقيل او عوائق او اشكالات تقف في طريق الهدف الاسمى الذي تسعى اليه الدول الاعضاء يأتي في صلب الاهداف التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ازالة اي عراقيل او عوائق او اشكالات تقف في طريق الهدف الاسمى الذي تسعى اليه الدول الاعضاء الا وهو تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول المنتمية الى المجلس في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وقريبا تنعقد القمة القادمة لدول المجلس في الرياض اذ يقوم الامين العام للمجلس حاليا بجولة ينقل خلالها الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الى قادة المجلس كما يطلعهم على جدول الاعمال المقترح للقمة التي تثار الكثير من التكهنات حولها فيما يتعلق بالمصالحة مع قطر وهذا ما اثار ويثير الكثير من الاسئلة لدى المتابعين للشأن الخليجي عن الاسس التي ستقوم الامانة العام للمجلس بوضعها في هذا الشأن اذ ان الموضوع يلفه الغموض وليس هناك معطيات جديدة على الساحة خاصة من قبل قطر تنبئ بحدوث انفراج في هذا الموضوع بل بالعكس فان جميع المؤشرات والممارسات القطرية تدل على ان النظام القطري موقل في سلوكه الحالي خاصة فيما يتعلق بالقضايا الكيدية التي يقوم بها ضد الدول الاعضاء في المجلس ان اخر هذه القضايا الكيدية التي تقوم بها قطر هو رفعها شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد البحرين بزعم ان طائرات عسكرية بحرينية اخترقت الاجواء القطرية وهو الامر الذي كذبته البحرين بالادلة والبراهين الدامغة وقدمت ما يثبت الكذب والافتراء القطري على البحرين ان قطر وهي العضو في مجلس التعاون تتقدم بشكوى كيدية ضد البحرين في مجلس الامن الدولي فيما الطائرات والقوات التركية والايرانية تسرح وتمرح في الاجواء والاراضي القطرية مع كل ما تشكله من خطر على الامن والاستقرار الخليجي ولا مانع ان نشحذ الذهن قليلا ونعود ونذكر بما اقدمت عليه قطر خلال انعقاد قمة مجلس التعاون على اراضيها ابان الاحتلال العراقي للكويت من احتجاز قادة دول المجلس في قاعة المؤتمر كرهائن الانتزاع موافقتهم على تقديمها شكوى كيدية ضد البحرين بقصد الاستيلاء على اراضيها ومن خلال وثائق مزورة وفي اغلب الاحوال فان قطر تجاوزت مجلس التعاون وتقدمت بشكاوى كيدية ضد دول المجلس بلا استثناء لدى الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والهيئات والمنظمات العالمية وكانت جميعها كذبا وافتراء وثبت بطلانها ان قطر لا تضع اي اعتبار لمجلس التعاون وانا لما كانت استضافت قوات تركية وارانية على اراضيها فاذا كانت قطر تؤمن بمجلس التعاون واذا ما كانت تخشى اي خطر او تهديد فقد كان الاولى ان تستعين بقوات عسكرية خليجية في اطار الاتفاقات العسكرية والامنية المبرمة بين دول مجلس التعاون وليس بقوات اجنبية ان هذه القضايا الكيدية والتصرفات القطرية الخطرة لا بد ان تكون على رأس اجندة الامانة العامة لمجلس التعاون وفي صلب مهامها لانها تتعلق بشأن خليجي بحت ويجب ان تعالج وفق اطار خليجي قبل ان تستفحل وتشكل خطرا على الجميع جراء تصرفات النظام القطري الهوجاء وكما اسلفنا فان الكثير من الاسئلة التي تدور في الاروقة عن موقف مجلس التعاون وامينه العام من كل المواقف العدائية والكيدية القطرية ضد دول المجلس فلا احد سمع رأيا او تعليقا او تصريحا للامين العام لمجلس التعاون بهذا الشأن ان شعوب مجلس التعاون تود ان تسمع الى رأي الامين العام والامانة العامة للمجلس بشأن هذه الامور التي تمس حياتها ووضعها ومستقبلها ومستقبل هذا الكيان الخليجي الذي تقوم قطر بتخريبه واضعافه فهي ترى ان لابد ان يكون هناك موقف للامين العام من الامور التي تجري تحت سمعه وناظريه وليس تجنبها كأنها تدور في بقعة اخرى من كوكبنا فيما نحن نتهيأ لعقد القمة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر